عاجل محكمة الجنايات تحاكم لاعب الزمالك أحمد فتوح بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك تمهيداً لتوزيعه على إحدى دوائر محكمة جنايات مطروح لتحديد جلسة محاكمته يواجه فتوح اتهامات تتعلق بالقتل الخطأ وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وذلك بعد حادثة وقعت في منطقة العلمين حيث قاد سيارته بسرعة هائلة تحت تأثير الحشيش مما أدى إلى صدمه لشخص ووفاته على الفور وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي تعاطي المتهم للمخدرات مما أيدته تحريات الجهات الأمنية تشهد الساحة الرياضية في مصر قضية غير مسبوقة من نوعها بعد أن تم توجيه اتهامات خطيرة إلى أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم هذا اللاعب الشاب الذي كان يعتبر واحدا من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر يجد نفسه الآن أمام محكمة الجنايات بتهمتين قد تدمر مستقبله القتل الخطأ وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وفقا لما جاء في تحقيقات النيابة العامة فإن أحمد فتوح كان يقود سيارته في منطقة العلمين على أحد الطرق الساحلية بسرعة تجاوزت الحدود المقررة قانونيا وفي لحظة مأساوية صدم سيارته بشخص كان يعبر الطريق ما أدى إلى وفاة الضحية على الفور التحقيقات أثبتت أن فتوح كان تحت تأثير مادة الحشيش المخدرة أثناء وقوع الحادثة وقد أكد تقرير مصلحة الطب الشرعي هذا الأمر بعد فحص عينة الدم المأخوذة منه بعد إتمام التحقيقات أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة تم تسليم ملف القضية إلى محكمة الاستئناف ليتم توزيعه على إحدى دوائر محكمة جنايات مطروح تمهيدا لتحديد جلسة لمحاكمته ومن المتوقع أن تثير هذه المحاكمة اهتماما كبيرا خاصة في ظل شهرة المتهم كأحد نجوم الكرة في مصر القضية التي يواجهها أحمد فتوح لها تداعيات كبيرة على مستويات مختلفة على المستوى الشخصي قد تؤدي هذه الاتهامات إلى نهاية مسيرته كلاعب كرة قدم محترف وذلك إذا ما أدين وحكم عليه بالسجن كما أن هذه القضية ستؤثر بشكل كبير على سمعته وسمعة نادي الزمالك الذي قد يجد نفسه في موقف حرج أمام جمهوره على المستوى الاجتماعي تفتح هذه القضية الباب أمام تساؤلات عديدة حول المسئولية الاجتماعية للاعبين المحترفين ودور الأندية في توجيههم الرياضيون الشباب مثل فتوح يعتبرون قدوة للكثيرين وعندما يتورط أحدهم في قضايا جنائية فإنه يرسل رسالة سلبية إلى جمهوره والمجتمع تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه مصر حملات واسعة لمكافحة تعاطي المخدرات حيث تعمل الجهات المعنية على تشديد العقوبات على من يتعاطى أو يتاجر بالمخدرات بالإضافة إلى نشر الوعي بمخاطرها وتعد هذه القضية تذكيرا صارخا بخطورة القيادة تحت تأثير المخدرات وتأثيرها المدمرة على حياة الناس في الختام قضية أحمد فتوح ليست فقط محاكمة رياضي بتهم جنائية بل هي محاكمة للوعي والمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الرياضيون وكل من يتولى مهام قد تكون لها تأثير كبير على حياة الآخرين في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة ستظل هذه القضية في دائرة الضوء حيث يتابع الجميع تداعياتها ونتائجها اشتركوا في القناة